وصفتنا النهاردة وصفة لذيذة جدا هنعمل مع بعض اسناك حلو جدا للكيتو واللو كارب والكل انواع ضايت لانه هو اسناك صحي ولذيذ قوي بتعم الحليب المكسب هنعمله بطريقة سهلة جدا ومكونات زي ما انتم متعودين معي اقتصادية وموجودة في البيت يلا شوفوا معي الوصفة زيكم يا حبيبي يا رب تكونوا في احسن حاله بخير انا منال بعم معكم اكلات صحية واكلات على نظام الكيتو هنعمل مع بعض النهاردة سناك حلو جدا يساعدني لو اول مرة تشوفي قناتي انك تشترك في القناة وتفعلي الجرس على اول او كل اول جرس عشان يوصل لك اشعارات بكل فيديو جديد ووصفة لذيذة وجديدة واللايك اهم حاجة وتعليق حلو من تعليقاتكم عشان الفيديو يترفع ويتشاف لكل احبيبنا النهاردة هنعمل مع بعض اللي سناك ده هحتاج معي سمغ الزنسان معلقة وممكن كمان استبعده خالص يعني ده مش ضروري لان الوصفة هتام اه تمام من غير السمغ الزنسان عندك سمغ عربي هحتاج برضك معلقة صغيرة مكانش فيه خلاص هنستغنى عن السمغ العربي وسمغ الزنسان هستخدم معايا نص كباية من المكسرات انا هستخدم عيني الجمل وحستخدم مكعبين من الزبدة ونص كباية كريم الطهي وفانيليا وكمان معلقة سكر استيفيا طريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة اي مكسرات عندك ممكن تعمليها يلا نبدأ على طول هنجيب طاصة على النار وهضيف فيها المكسرات عايزة تحميصة كده انا عيني الجمل كده اكسراها على اتنين او على تلاتة عشان تبقى آآ مندمجة في الحليب المكسف اللي هنعمله مع بعض بصوا بقى كده هبتجا تدي له تحميصة النار هادية مش نار عالية عشان ما يتحرقش ويمر بسرعة بسرعة كده بنفس الطاصة حركن المكسرات في طبق وفي نفس الطاصة هنزل الزبدة مكعبين الزبدة اهم حاجة عندي ان انا اسيبهم لحد ما تسيح وزي ما احنا قلنا النار تكون هادي عشان الزبدة ما تتحرقش ببدأ اول حاجة انزل بمعلقة سكر ستيفيا حابة تحلية تكون اكتر هزود شوية سكر بعد كده هنزل هستخدم نص كوباية من كريمة الطاه وحضيف بعد كده فانيليا حوالي نص معلقة صغيرة واخر حاجة هنزل بيها هي معلقة سمغ الزنسان او السمغ العربي وزي ما اتفقنا ما فيش خلاص ما فيش مشاكل خالص هنستغنى عنها هنخلي النار هادية كده عشان ابتجي يقلب لحد ما القوام معايا يبتجي يتقل حبة حبة كده زي ما هنشوف مع بعض هنا القوام معايا ابتدأ آآ بقى تقيل هبتجي انزل بعد كده اخر حاجة هي المكسرات اللي انا حمصتها هنزل بيها عشان تبتجي تاخد من طعم الحليب المكسف اللي عملناه ده مع بعض بصوا بالشكل ده وهقلب حوالي تقلبتين بس على النار زي ما هي هادية كده وحط في النار وحنكمل باقي الوصف بالشكل ده بابتجي بقى ان انا جهز آآ ورقة زبدة في طبق وحبتيجي بالمعلقة كده اخد معلقة معلقة وانزلها وحاول افردها عشان تبقى معايا ما ارمشها وما تبقاش تقيلة عايزها تبقى ايه سمكها كده متوسط وانزل معلقة معلقة بالشكل ده هندخلها بعد كده على الفريزر او لو حب في التلاجة الفريزر لو مستعجلة عليها ساعة كده لو التلاجة ممكن تقعد مسلا تلات ساعات ولا حاجة ونبتيجي بعد كده نطلعها وحاركوا كمان ازاي نقدر نحفظها وتقعد معانا فترة في التلاجة بطريقة لذيذة وطعم حلو جدا زي ما انتو شايفين اخدت انا حطيتها صراحة في الفريزر اخدت حوالي ساعة وبتتبصوا تجمدت جدا بصوا المكسرات عايزة اوريكوا بقى طعمها يعني حاجة كده حلوة جدا واكينك بتكل كده حليب مكسف بالمكسرات وسناك حلوة قوي بجد الواصفة حلوة جدا اتمنى تجربوها بصوا عايزة واريكو لما قسرتها بصوا حلوة قوي قوي طعمها كده حاجة حلوة وطعمها بجد لذيذ جربوا الوصفة ومستنية منكو تعليقاتكو ورأيكو فيها طيب انا الوصفة دلوقتي زي ما قلتلكو عايزة بتجي احفاظها احفاظها ازاي بجيب قطع من ورق الزبدة كده هقطعها على نفس الحجم وفع علبة صحية في ممكن اناء زجاجي اللي متوفر عندك المهم تكون حاجة صحية وبحط بين كل واحدة والتانية كده طبقة من ورق الزبدة بالشكل ده هتبضل معايا محتفظة بطعمها وقفلها وحطها في التلاجة او في الفريزة لو حبها هتجي معاكي طعم حلو جدا اتمنى الوصفة النهاردة تعجبكو وما تنسونيش في اللايك والشير لكل اصحابنا وتعليق الحلو وشكرا وبقال في صحة وعافية